السلام عليكم أعزائي الطلب ورحمة الله وبركاته طلابي وطالباتي العزيزات طلاب المتميزين والمتميزات في محافظة بغداد وفي جميع المحافظات العراقية وطلاب ثانوية كلية بغداد طلاب أنتم المتميزين والنخبة مع طلاب العراق لهذا يا طلاب الدورة الإلكترونية آجة يتعب عليكم تعب بحيث لازم كلكم تطلعوا لميات بالامتحان الوزاري إن شاء الله ولازم نضبط المادة ماتك أنا أعرف موادك صعبة ومواده بلغة الإنجليزية لكن ما يخالف لي ريت شي عوف شي تريد توصل وتريد تتعلم وتصير إنسان متعلم وتتكلم الإنجليزية الطلاقة وإنجليزيتك قوية وتفيدك كل دول العالم لازم تتحب الآن على متجنة الثمار بعدها عن مد ما أعطيل عليك نبدأ بمحاضرتنا لهذا اليوم نقول باسم الله الرحمن الرحيم محاضرتنا اليوم هي تتكلم حول شابتر ثري شابتر ثري اللي هو الفصل الثالث الفصل الثالث يتكلم حول جروب ثري أي إنه الزمرة الثالثة الزمرة الثالثة اللي هي جروب ثري اللي هي رمز احنا تعلمنا إنه الزمرة الأولى فيرستي جروب شنو كانت الفيرستي جروب كانت الرمز مالها آي أي والسيقيند جروب اللي هي الزمرة الثانية كان رمز مالتها آي آي أي اليوم عندنا الثيرد جروب أي إنه الزمرة الثالثة الزمرة الثالثة رمز مالتها هو آي 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 أي أي إنه ثلاثة آي واحد أي chapter 3 الفصل الثالث وهو الزمرة الثالثة اللي هو third group أنا وياك متعلمين أنه من الفصل الأول معنى كلمة group زمرة يعني مجموعة من العناصر في نفس الصف إذن الآن لو أسئلك سؤال هل سعرفنا أنه زمرة الثالثة عدي مجموعة من العناصر بنفس الصف لو أسئلك سؤال أقول لك يا با هاي العناصر على أي أساس أنت خليتهم بنفس الصف يعني ليش هاي العناصر هي بزمرة وحدة شلو اللي يميز هي ليش لأنه كل هاي العناصر بالغلاف الخارجي أو الغلاف الأخير مالتها تحتوي على ثلاث ألكترونات إحنا شون نعرف الزمرة مو نسوي ترتيب ألكتروني وحدد الغلاف الأخير الغلاف الأخير أو الغلاف الخارجي الأخير اللي هو الغلاف الأخير إذا بيه ثلاث ألكترونات يعني زمرة ثالثة فهاي العناصر كلها إنه من أسوي لها ترتيب ألكتروني الغلاف الأخير مالتها يحتوي على ثلاثة ألكترونات لهذا الصيرة بنفس الزمرة إذن لو يجيك سؤال يقول لك السؤال يقول لك أي إنه يقول لك لماذا عناصر الزمرة الثالثة يعني يقول لك هاي العناصر على أي أساس عناصر الزمرة الثالثة على أي أساس إحنا خليناها بنفس الزمرة ليش لأنه كلها تحتوي على نفس العدد الذري في الغلاف الأخير واللي هو الثلاث إذن الجواب مالي أي إنه ذلك لأن مستوى الطاقة الخارجي يحتوي على نفس العدد من الألكترونات واللي هو الثلاثة يعني عناصر الزمرة الثالثة أي واحد بهم من راح نستوي لترتيب الألكتروني ألقى إنه يحتوي على ثلاثة ألكترونات في الغلاف الأخير إذن الآن من يجيني هاي السؤال يقول لي لماذا؟ وذلك لأن الغلاف الأخير يحتوي على نفس العدد من الألكترونات الآن لو يجيني سؤال آخر يقول لي list the elements of IIAA يعني شنو ويقول لك عدد يعني عدد لي ما هي عناصر الزمرة الثالثة اللي هي IIIA يعني يقول لك الزمرة الثالثة شنو هنه العناصر مالتها طبعا العناصر الزمرة الثالثة هي مجموعة من العناصر طبعا تبدأ بالبورون بورون ألمنيوم غاليوم أنديوم وثاليوم هاي العناصر ماتي إذن الزمرة الثالثة وهو هي عناصر الزمرة الثالثة هي بون، ألمنيوم، غاليوم، أنديوم، والثاليوم الآن هاي العناصر الهميزات هاي العناصر الهميزات بوع أقول لك فالشغلاء احنا كانت عناصر الزمرة الأولى في الزات لأنه تحتوي على الكترون واحد بالغلاف الأخير الزمرة الثانية أيضا كانت في الزات لأنه تحتوي على الكترونين بالغلاف الأخير اليوم ذول يحتوي على ثلاثة الكترونات بالغلاف الأخير يعني أيضا في الزات لكن مو كلهم في الزات عندك هذول هاي المجموعة الالمينيوم والقاليوم والانديوم والثاليوم هذول كلهم فلزات هذول كلهم شنو كلهم فلزات طبعا الفلزات شنو رمز مالتهم الرمز مالتهم هو ميتالز ميتالز يعني ما الفلزات بالانجليزية شنو هي ميتالز يعني هاي العناصر كلها هي ميتالز اي انها كلها فلزات عدى البورون عدى البورون البورون لا مو فلز البورون هو شبه فلز هذا شنو هذا شبه فلز شبه فلس باللغة الإنجليزية نعبر عليه باعة باعة هم بسهولة متال لويد إذن الآن عندي جميع عناصر هذه الزمرة هي فلزات كلها متال ما عدل بورون فهو شبه فلس فهو متال لويد هيتحفظها تركية بإذنك ما تنساها ملاحظة إنه عناصر الزمرة الثالثة كلها فلزات أي إنه كلها متال عدل بورون فهو متال لويد طبعا هذا ممكن يجيك بشكل فراغات ممكن يجيك بشكل فراغات إنه يقول لك يا باعة عناصر الزمرة الثالثة هي فراغ except boron it's فراغ فتقول لك كلها يا متال ما عدل بورون فهو متال لويد أي إنه شبه فلس إذن الآن تعلمت هذا السؤال بالتفصيل وتعلمت عناصر الزمرة الثالثة وعرفت إنه كلها فلزات عدل بورون فهو شبه فلس الآن أيضا عندي في السؤال مهم عندي سؤال أيضا مهم يعني سجل عليها important هذا السؤال شي يقول طلاب السؤال يقول write the general properties of group IIA elements يعني شي يقول لك يقول لك أكتب أو ما هي الخصائص العامة لعناصر الزمرة الثالثة هذا معنى السؤال أي إنه اكتب لي الخصائص العامة للزمرة الثالثة أو لعناصر الزمرة الثالثة أول شي الملاحظة اللي حشيتها إليك إنه كل هاي العناصر فلزات عدل بورون فهو شبه فلز يعني كل هم ميتلز بس هذا ميتل لويد إذن النقطة الأولى the element of this group are ميتلز انتبه كل هاي شو ميتلز except شو المعنى except يعني عدل يعني عدل بورون فهو ميتل لويد إذن ممكن يجيك فراغ يقول لك the element of group I I I are فراغ except بورون فراغ شو تقول لي تقول لي أنه كل عناصر هاي الزمرة هي فلزات عدل بورون فهو شبه فلز يعني شو معنى كلمة ميتلز فهي فلزات وعندك ميتل لويد شو معناها معناها شبه فلز على مدمن تقرأ إنه تكون الكلمات واضحة بالنسبة لك النقطة الأولى إنه كل عناصر هاي الزمرة هي فلزات except بورون it ميتل لويد عدل بورون فهو شبه فلز النقطة الثانية إنه ionization energy ما الهاي النقطة least than ionization energy of group I I أي إنه شو معنى أي إنه معنى طاقة التأيون لهذه الزمرة أقل من طاقة التأيون لعناصر الزمرة الثانية ما أرضنا الزمرة الأولى والزمرة الثانية أخذنا لهم طاقة التأيون لما قلنا أنه شو قلنا عناصر الزمرة الأولى والثانية ذات طاقة التأيون واطئة وعندك هاش كهروسلبيه واطئة إهنا هلهم هل Awareness انه طاقة التأيون مال هاي الزمرة the ionization energy of this element يعني طاقة التأيون لعناصر الزمرة الثالثة أقل من طاقة التأيون لعناصر الزمرة الثالثة خاف ما تتذكر هي طاقة التأيون يعني شنو الآن أي أنه طاقة التأيون لعناصر الزمرة الثالثة هي أقل من طاقة التأيون لعناصر الزمرة الثالثة إذا صار عدي نقطة النقطة الأولى أنه عدي جميع عناصر هذه الزمرة هي ميتالز إكسف بورون أي إن كلها فلزت عديد البورون فهو شبه فلز النقطة الثانية الآيون تأكسود الجهد يساوي موجب الثلاثة عدد التأكسود سؤال لماذا عدد التأكسود اللي هو Oxidation Number equal موجب الثلاثة ليش؟ أقول لك حبيبي هاي الألكترونات أو قبل هاي العناصر عفوا مو الألكترونات عندك هاي العناصر كلها تحتوي على ثلاثة ألكترونات من الغلاف الأخير نحن موجا ندرس زمرة ثالثة اجروب او ثيردي جروب اللي هي الزمرة الثالثة ما دام زمرة ثالثة يعني هاي العناصر كلها تحتوي على ثلاثة ألكترونات من الغلاف الأخير والغلاف الأخير عدد الألكترونات به يتمثل Oxidation Number اللي هو عدد التأكسود إذن عدد التأكسود قد يصير موجب الثلاثة ستعدتين نسبات يعني لو نأخذ مثال مثلا البورون البورون عدد التأكسود ما لخمسة فترتيب الألكتروني 1S2 2S2 2B1 الآن هذا الآن حدد الأغليفماتك عندك هذا المستوى الأخير المستوى الأخير بإثنين واحد ثلاثة ما دام ثلاثة بالغلاف الأخير يعني هو يا أغروب هذا يعني أنه هو أغروب ثري أغروب ثري أغروب ثري إذن عدد الألكترونات يمثل الزمرة فهو زمرة ثالثة وهذا عدد الألكترونات بالغلاف الأخير يمثل Oxidation Number اللي هو عدد التأكسود فعدد التأكسود الآن قد يعتبر موجب ثلاثة هو ثلاثة لكن ليش موجب؟ لأنه يفقدون ثلاثة لأنه في الزمرة يفقدون واضح؟ إذن الآن عندك The Oxidation Number The Oxidation Number وموجب ثلاثة خلصنا ثلاثة نقاط أجل النقطة الأخيرة يقول The Oxids and Hydroxids شو المعنى هاي الكلام؟ يقول لك يا بأنه الأكاسيد والهايدروكسيدات لهذه العناصر يعني بل بس نتفهل هذه النقطة خليش رحها بالعربي بعدين بالإنجليز لأنه إذا أحكيها بالإنجليز ما رح تفهمها يقول لك أنه الأكاسيد الأكاسيد والهايدروكسيدات مال هاي العناصر بزيادة العدد الذري تزداد بهم الصفات القاعدية وتقل بهم الصفات الحامضية يعني عندك الأكاسيد والهايدروكسيدات مال هاي العناصر بزيادة العدد الذري تزداد بهم الصفات القاعدية وتقل بهم الصفات الحامضية إذا لو أجي أعبر عليه بالإنجليز شو أقول The Oxid Oxid يعني هي الأكاسيد And Hydroxid اللي هي الهايدروكسيدات يعني الأكاسيد والهايدروكسيدات لهذه العناصر انتبه بس انتبه علي انه عندك تزداد بيها تزداد منو يزداد الكاين كارسترستيكس يعني تزداد بيها الصفات القاعدية يعني عندك الكاين هي القاعدية باوي القاعدية وعندك كارسترستيكس هي الخواص او الصفات القاعدية ومن هو يقل؟ اللي يقل اللي يصير بيد كريز هو دي حسين كريز اللي يزداد هو الصفات القاعدية من هو اللي يصير بيد كريز اللي يقل؟ اللي هو عندك الأسد كارسترستيكس الأسد هي الحامضية وعندك كارسترستيكس هي الصفات الصفات الحامضية إش وقت هذا يزيد؟ وإش وقت يقل؟ بزيادة العدد الذري Atom number increase إذن شو ما نتعذي هذا الكلام؟ إنه ياب الأكاسيد والهيدروكسيدات لهذه العناصر إنه تزداد بيها الصفات القاعدية وتقل بيها الصفات الحامضية بزيادة العدد الذري إذن لحد الآن افتهرنا نهاية النقاط بالتفصيل أعيدهم إليك على مود يكون مفتشين نهائي إنه عدي General Properties اللي هي الخواصة العامة لعناصر الثير دي جروب أجي أولا The elements of this group All metals إنه كلها فيلزات Except Boron Metalloid على البورون فهو شبه فيلز النقطة الثانية The ionization energy of this element Least than ionization energy of group IIA ألمت أي إنه طاقة التعيون لعناصر هذه الزمرة هي أقل من طاقة التعيون لعناصر الزمرة الثانية النقطة الثالثة The oxidation number of these atoms equal موجر ثلاثة النقطة الأخيرة النقطة الأخيرة اللي هي The oxides and hydroxides of this element Increase in the alkyne characteristics and decrease in the acid characteristics As the atomic number increase يعني هذا يزداد ويقل بزيادة العدد الذري اللي جاي اتعلمنا وتعرفنا على الفصل مالتنا الآن عندي فراغات مهمة أشرحها إليك وأبلش بمثال أدرس على هاي الزمرة أنا وياك درسنا إنه على الزمرة الأولى The first group درسة مثال عليها الصوديو The second group درسة مثال عليها الكالسيوم اليوم راح ندرس كمثال على الزمرة الثالثة منه المثال ما لاتنا يا طلاب راح يصير هو الألمنيوم الألمنيوم راح يكون كمثال على الزمرة الثالثة أيضا راح أبلش به خليك نتابع وياك طلاب الأعزاء عندك فراغات الفراغات شو تقول تقول يابع إنه المحاليل المائية المحاليل المائية لأكاسيد البورون تكون حامضية انتبه علي المحاليل المائية المائية للبورون أوكسيد لأكاسيد البورون تكون هي حامضية أسيديكس يعني إنه الأكاسيد ما البورون هي أسيديك أي إنه شنو تكون حامضية بينما عندك أكاسيد الألمنيوم ألمنيوم أوكسيد تكون أمفوتيرية هاي الفراغات متجيك لازم أنت تكون حافظها إنه شي يقول لك يقول لك أكيونس سوليوشين أي أنه محاليل مائية السوليوشنس هي محاليل وعندك أكنس مائية إذن المحاليل المائية لأكاسيد البورون أسدكس يعني حامضية بينما بينما الأكاسيد الألمنيوم هي تكون أمفوتيرية أو تسلك سلوك أمفوتيري هذه الفراغات لازم تكون أنت حافظها الآن نبدأ بالألمنيوم وقلت لك الألمنيوم هو مثال على الزمرة الثالثة الآن عندي سؤال يعني ما هو العدد الذري للألمنيوم يعني يقول لك ما هو العدد الذري للألمنيوم وأرسم لي الترتيب الألكتروني ما للألمنيوم إذن لازم أجهز الألمنيوم مش قد العدد الذري ما لازم هذا حفظ عندك الأتميك ننبا أتميك ننبا equal 13 هذا أنت تحفظ أنه العدد الذري ما لألمنيوم مش قد 13 يقولوا draw the electron configuration أنا ما أقدر أسوي draw إذا ما أسوي يعني ترتيب ألكتروني إذا لازم أجي أرتب arrange configuration أسوي ترتيب الألكتروني AL عدد الذري 13 ترتيب الألكتروني 1S2 2S2 2B6 3S2 وعندك 3B1 هذا الترتيب الألكتروني الآن أجي أحدد المستويات أو الأغلفات هذا الأول وهذا الثاني وهذا الثالث حددتهم الآن أجي أرسم هو مو يقول يدروه أجي أسوي draw كيف يكون يدروه؟ يكون العملية جداً سهلة وبسيطة أول ما ترسم ترسم النواة شعندك أنت عندك نواة هاي النواة ما الألمليون بيها بروتورات وبيها نيوترونات الآن شي حيث بي أجي كم غلاف عندي 1 2 3 أجي أرسم 3 أغلفة عندي 1 وعندي 2 وعندي 3 الآن الغلاف الأول بي كب ألكترون بي ألكتروني أجي أخلي ألكترون ألكترون الغلاف الثاني بي 2 و 6 شقات 8 1 2 3 4 5 6 7 8 الغلاف الأخير يحتوي 2 1 3 أجي أخليهم 1 2 3 اللي جايان وياك يا طلاب رسمنا الترتيب الأليكتروني المن للألمنيوم وكمثال أنه الألمنيوم دليل أنه من الزمرة الثالثة يحتوي بالغلاف الأخير يحتوي 2 1 3 ما دام 3 يعني هو يا جروب يعني هو جروب إثري لهذا رح ندرسك كمثال على اليمن على الزمرة الثالثة اللي جاي كمني هاي المقدمة الآن رح أبلش بالألمنيوم أشوف وجوده هل يوجد حرفية طبيعة يعني free element or not free element أشوف الخواصمة فيزيائية وأختم المحاضرة طلاب بعد ما تعرفت على بداية على الألمنيوم وشفت ترتيبة الإلكتروني وشفت عدد الذري الآن أجي إلى وجود الألمنيوم أشوف الألمنيوم هو وين أكار يعني وين يوجد أو وين يحدث الألمنيوم إذن لو يجي إلى الآن السؤال يقل لي where does the aluminium element occur يعني يقول لك أين يوجد الألمنيوم طبعا أكر معناها يحدث أو يوجد يعني جاي يقول لك أين يوجد الألمنيوم وين يوجد أول شي الألمنيوم هو فيز مدام فيز يعني يكون شديد الفعالية يعني لا يوجد حرفية طبيعة ليش لشدة فعاليته بل يوجد متحدا مع غيره من العناصر يعني الألمنيوم هو يوجد بشكل خامات يوجد بشكل خامات يعني يوجد بشكل raw materials عرفت إذن الآن لو يجي إلى هيتش سؤال مني يقول لي where does the aluminium element occur يعني أين يوجد الألمنيوم أقول لي يا بأنه الألمنيوم does not occur as a free element in nature يعني أقول لي الألمنيوم هو لا يوجد عنصر حر في الطبيعة أو لا يوجد بشكل حر في الطبيعة زين وين يوجد يوجد بشكل خامات ضمن القشرة الأرضية يوجد بشكل خامات ضمن earth crust ضمن القشرة الأرضية إذن ش راح أقول لي أول مرة قال لي أين يوجد أول شي أقول لي هو لا يوجد حر في الطبيعة aluminium does not occur as a free element in nature النقطة الثانية aluminium is most abundant abundant يعني يعني يوجد بوفرة metals in earth crust يعني شي يقول لك هنا most abundant يعني بوفرة كبيرة بوفرة كبيرة بوفرة كبيرة وين ضمن earth crust إذن الألميوم هو يوجد بشكل كبير ضمن القشرة الأرضية شون يوجد يوجد بشكل خامات طبعا الآن عرفت أنه الألميوم هو لا يوجد حر فيها طبيعة وين يوجد يوجد ضمن القشرة الأرضية زين شون يوجد ضمن earth crust بشكل raw materials يعني بشكل خامات زين شون هاي الخامات لو يجين الآن سؤال يقول لي list the raw materials أي أنهما هي المواد الخام التي يستخلص منها الألميوم أو المواد الخام للألميوم هاي المواد الخام هي ثمين البوكسايت والقوريولايت طبعا هاي الصياغ الكيميائي هاي شنو هاي حفظ هاي الصياغ الكيميائي حفظ ومهمة ودائما بالامتحانات الوزارية يعني تجي بشكل فراغات إذا لو يجي ك سؤال يقول لك ليست عدد أو احكي لي ما هي raw materials يعني المواد الخام يعني المواد الخام ما هي المواد الخام التي يعني يستخلص منها الألميوم أو يوجد فيها الألميوم اللي هي البوكسايت والقوريولايت طبعا البوكسايت هذا اسم يعني هو بالعربي بوكسايت مو عبالك إنه بوكسايت إلا معنى لا هو هذا اسم بالإنجليز بوكسايت بالعربي أيضا بوكسايت وعندك القوريولايت هذا أيضا الخام الأخرى طبعا عملية استخلاص الألميوم التم بعدة طرق الطريقة الأشهر بياناتهم هي طريقة هول وعملية استخلاص الألميوم بطريقة هول تم حدفها وتقليصها لهذا العام عام 2021 المطلوب منك أن تحفظ هذه الخامات التي يستخلص منها الألميوم أو يوجد بها الألميوم هي بوكسايت وقوريولايت البوكسايت الصيغة ماتة AL203 2H2 وعندك القوريولايت هي NA3 ALF6 الآن تعلم توجود الألميوم وأنه لا يوجد حرفية طبيعا زين إذا سألك سؤال أو ممكن بالانتحان يجيك سؤال شي يقول لك بالسؤال انتبه علي يقول لك يابا الألميوم ليش لا يوجد بشكل حرفية الطبيعة هنا لم يقلنا على الألميوم does not occur as a free element in nature يعني لا يوجد بشكل حرفية طبيعة زين ليش بسبب it's high activity بسبب فعاليته العالية أو لشدة فعاليته إذا من يجي السؤال يقول why does ألميوم not occur لا يوجد as a free in nature يعني لماذا الألميوم لا يوجد بشكل حرفية طبيعة because of it's high activity بسبب فعاليته العالية activity فعاليته وهاي العالية إذن بسبب فعاليته العالية الألميوم لا يوجد بشكل حرفية طبيعة ليش وذلك بسبب فعاليته العالية شباب الآن كملت كل شي وجود الألميوم كملت كله عرفت أن الألميوم لا يوجد بشكل حرفية طبيعة ليش نشدة فعاليته عرفت أنه يوجد ضمن يعني يوجد بكمية كبيرة أو بوفرة كبيرة ضمن القشرة الأرضية ويوجد بشكل خامات هاي المواد الخامات منه هي هي البوكسايت والقريولات الآن راح أبدأ بخواص الألميوم أي خواص بالدنيا أي خواص بالعالم أي خواص بالكوكب تنقسم قسميا خواص فيزيائية خواص فيزيائية وخواص كيميائية اليوم راح أشرح الخواص الفيزيائية والخواص الكيميائية أشرحها بالمحاضرة الثانية طبعا المحاضرة الثانية نختم بها الفصل الثالث إن شاء الله اليوم راح نشرح الخواص الفيزيائية اللي هي الفيزيكال برابرتيز إذن ألميوم برابرتيز خواص الألميوم قسميا خواص فيزيائية خواص كيميائية أجل الخواص الفيزيائية يقول ما هي الخواص الفيزيائية ما هي الخواص الفيزيائية للألميوم أول شي كنا شايفين الألمنيوم الألمنيوم يكون اللون ماله فضي فأقل لشين هو أقل لأنه هو اللون ماله فضي سيلفر فأقل لألمنيوم is silvery metal هو معدن فضي هو معدن فضي أو عنصر فضي دائما يكون فضي النقطة الثانية It has low density الكثافة ما تتكون قليلة وأقل من كثافة الماء طبعا It has low density يعني كثافة قليلة النقطة الثالثة يقول It is a good conductor for heat and electricity يعني شنو يعني جاي يقول لك هنا نياب إنه الألمنيوم هو موصل جيد Conductor يعني موصل موصل خاف من بيين هذا القلب خلينا أغيره باب Conductor يعني موصل فيقول هو موصل جيد موصل جيد ألمن للحرارة heat يعني للحرارة وأيضا للelectricity اللي هي الكهربائية الكهربائية فهو موصل جيد للحرارة والكهربائية It has low density يعني كثافة قليلة وقلنا الألمنيوم هو أيضا معدن فضي إذن الآن لو أريد أن يعيد الخواصة الفيزيائية للألمنيوم شو نقول نقول Aluminium is silver metal هو معدن فضي النقطة الثانية It has low density كثافة قليلة النقطة الثالثة Good conductor for heat Ant electricity أي أنه يملك قابلية توصيل جيدة للحرارة والكهربائية اللي جاء يا طلاب الأعزاء كملت الخواصة الفيزيائية بالمحاضرة الثانية راح أشرح الخواصة الكيميائية وأشرح مركبات الألمنيوم وشون يتم الكشف عن عيون الألمنيوم كل هاي الأمور راح أشرحها بالمحاضرة القادمة إلى هنا تنتهي محاضرتنا لهذا اليوم تذروني بالمحاضرة الثانية وإلى ذلك الوقت دمتم في أمان الله مع السلامة الطلاب